بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين حياكم الله أعزائي الطلبة ومحاضرتنا لهذا اليوم بعنوان معرفة الصحابة ونبدأ كالعادة بتعريف الصحابة فنقول في اللغة الصحابة لغة مصدر بمعنى الصحبة ومنه الصحابي والصاحب ويجمع على أصحاب وصحب وكثر استعمال الصحابة بمعنى الأصحاب أما اصطلاحا فقالوا في تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام ولو تخلت ذلك ردة على الأصح وهذا هو التعريف المشهور في الصحابي أهمية هذا العلم وفائدته من أهم فوائد هذا العلم معرفة المتصل من المرسل في الأحاديث النبوية والسؤال الآن كيف تعرف صحبة الصحابي؟ تعرف صحبة الصحابي بأحد أمور خمسة هي التواتر كأبي بكث الصديق وعمر والعشر المبشرين بالجنة والطريقة الثانية الشهرة كضمام ابن ثعلبة وعكاشة ابن محصن الطريقة الثالثة إخبار صحابي أي أن يخبر صحابي عن فلان أنه كان من أصحاب النبي الطريقة الرابعة إخبار ثقة من التابعين والطريق الخامسة إخباره عن نفسه إن كان عدلا وكانت دعواه ممكنة ذلك بأن يدع الصحبة قبل مئة سنة من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا ادعاها في زمن متأخر فلا يقبل خبره بأنه صحابي مثل رتن الهندي فقد ادعى رتن هذا الصحبة بعد الستمئة للهجرة وهو في الحقيقة كما قال الذهبي شيخ دجال الصحابة رضوان الله عليهم جميعهم عدول سواء من لابس الفتن منهم أم لا وهذا بإجماع أهل العلم ممن يعتدوا بهم والمقصود بعدالتهم أي مقصود بعدالة الصحابة تجنبهم تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها بارتكاب ما يوجب عدم قبولها فينتج عن ذلك كله قبول جميع رواياتهم من غير تكلف البحث عن عدالتهم أما من لابس الفتن منهم فيحمل أمره على الإجتهاد المأجور فيه لكل منهم تحسينا للظن بهم لأنهم حاملة الشريعة وأهل خير القرون هذا والله تعالى أعلم ونكمل المحاضرة في التسجيل التالي بإذن الله تعالى